بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مرة تانية كل طلاب وطالبات الصف رابع الابتدائي أهلا بكل متابعين شرح رياضيات الصف رابع الابتدائي النهاردة إن شاء الله بنبتدي مع المفهوم التاني بالدرسين 14 و 16 خوارزمية القسمة المماريارية وكذلك حل مسائل التحدي الكلامية إزاي نقسم على رقم واحد بدون باقي الأول هنتعرض للقسمة على العدد مكون من رقم واحد بدون باقي يعني إيه الكلام ده؟ يعني هيكون عندنا المقصوم عليه عدد واحد وكذلك الباقي يساوي صفر يعني بتنتهي المسألة بالصفر كذلك إزاي نقسم مع وجود باقي بناخد أول مثال معنا بيقولي 42 مقصوم على 3 بنكتب الـ 42 هنا اسمها المقصوم يبقى المقصوم بيتكتب هنا والتلاتة طبعا اسمها المقصوم عليه طيب خارج القسمة بيكون فين؟ خارج القسمة بيكون فوق هنا بنبتدي نقسم من اليسار إلى اليمين يعني بنقول 4 على 3 ما تقولش 2 على 3 ولازم يكون ده أكبر من ده لو مش أكبر بنضيف صفر في خارج القسمة هنشوفها دلوقتي حالة وبالتالي بنقول 4 على 3 إيه العدد اللي أضربه في 4 يقربني أو اضربه في 3 يقربني والأربعة هتلاقي العدد واحد يبقى أنا هكتب واحد في 3 بتساوي 3 يبقى الأول أنا أسمت وبعدين كتبت خارج القسمة وبعدين ضربت وبعدين هنترح 4 على 3 بتساوي 1 طب بعد كده الخطوة اللي بعد كده هتنزل العدد التالي على طول اللي هو 2 بقت 12 12 على 3 فالكام كلنا حفظين 4 على 3 على 12 يبقى هي 4 هتبتدي تدرب تاني 4 على 3 بتساوي 12 وبعدين تترح وصلت للسفر يبقى أصبح كده عندي انتهيت من عملية القسمة 12 على 12 بساوي 0 يبقى خارج القسمة بيساوي 14 طيب إزاي تتأكد من حلك إنه صح عشان تتأكد من حلك إنه صح كل اللي عليك تدرب خارج القسمة اللي هو 14 في المقسوم عليه اللي هو 3 لو طلع عندي المقسوم يبقى أنا جابت صحيحة وحاول تعمل تشيك أو تأكد من الحل في الخطوات الأولى بقول 3 في 4 بـ 12 اتنين ومعنا الواحد 3 في 1 بتلاتة وواحد أربعة يداتني اتنين واربعين المثال التالي لما أقولي 162 على اتنين طبعا ده عدد مكون من ثلاثة أرقام ببتدي أسم عادي واحد على اتنين ما تنفعش فبالتالي هاتطر أخذ الستاشر على بعضها واقول 16 على الاتنين فيها الكام فيها التمانية تمانية في اتنين بالستاشر يبقى أنا هكتب الستاشر تحت الستاشر بالزبط وتحاول ترتب الخانات أسفل بعضها عشان موضوع الترحي بقى مظبوط معاك 16 نقص 16 بتساوي سفر وبعدين هنزل الاتنين واقول اتنين على الاتنين فيها الواحد واحد في اتنين بيساوي اتنين شد خط وأطرح بيساوي سفر عشان أتأكد من حالي بقول خارج القسمة اللي هو واحد وتمانين مضروبا فيه المقصوم عليه اللي هو اتنين اتنين في واحد باتنين واتنين في تمانية وستاشر يبقى أنا إجابة كده صحيحة المثال التالي تلتمية أربعة وعشرين مقصوم على تلاتة باخد رقم برقم من اليسار إلى اليمين يعني الخانات الكبيرة الأول يعني عند أحد عشرات مئات هبدأ بالمئات تلاتة على تلاتة فيها الواحد واحد في تلاتة بتلاتة اشد خط وأطرح بساوي سفر اخد بقى من الخطوة اللي جاية هنزل الاتنين باقت كام؟ باقت اتنين عد تلاتة ما تنفعش طب ليه؟ لأن عندي الاتنين أقل من التلاتة لو أنا نزلت رقم من فوق والرقم ده أصبح هو المقصوم وكان أقل من المقصوم عليه ما تنساش هتحط سفر في خارج القسمة لخطوة التالية أنك هتنزل الأربعة بقيت عندك أربعة وعشرين عد تلاتة كان في تلاتة بأربعة وعشرين تمانية تمانية في تلاتة بأربعة وعشرين أشد خط وأطرح الناتج هيساوي سفر يبقى أصبح كده خارج القسمة اللي عندي هو مية وتمانية إزاي أتأكد من حلي خد بالك لو نسيت السفر كان هيبقى تمنتاشر إزاي أتأكد من حلي هياخد خارج القسمة اللي هو مية وتمانية واضربه في المقصوم عليه اللي هو تلاتة واشوف هل هيديني تلاتة بأربعة وعشرين ولا تلاتة في تمانية بأربعة وعشرين ممكن تكتب الأربعة وعشرين كلها تبليل إن العدد التالي سفر عندك درسنا قبل كده وبعدين تلاتة في واحد بتلاتة هيبعدني تلاتة مية أربعة وعشرين لو أنا قلتلك عدد مكون من ثلاثة أرقاب زي العدد مين زي العدد مية خمسة وسبعين مقسوم على الخامسة هقول سبعتاشر على الخامسة طب إنت ما قلت سبعتاشر على خمسة لإيه السرعة كده لإن الواحد أقل من الخمسة المفروض بتحط سفر بس هيبعد على الشمال ملوش قيمة وبالتالي بناخد السبعتاشر مباشرة مقسومة على الخامسة طبعا إيه العدد ربو في خمسة أربو من السبعتاشر هتلاقي تلاتة تلاتة في خمسة بكام بخمستاشر بتشد خط وتطرح سبعتاشر نقص خمستاشر هتديك اتنين وهنزل مين وهنزل للخمسة بقت خمسة وعشرين على الخمسة فعل خمسة خمسة في خمسة بخمسة وعشرين أكتب الخمسة وعشرين تحت خمسة وعشرين بالزبط هتلاحظ أن أنا مرتب الأحد تحت الأحد والعشرات تحت العشرات خمسة وعشرين نقص خمسة وعشرين بتساوي سافر أصبح خارج القسم عندي خمسة وثلاثين أتأكد من حل النصح بكتب خمسة وثلاثين مضروبة في خمسة خمسة في خمسة بخمسة وعشرين خمسة ومعنا لإتنين وخمسة في تارتة بخمستاشر وإتنين سبعتاشر داني مية خمسة وسبعين يبقى أنا عجبتي صحيح طيب هنبتدي ناخد مسائل حاول بنفسك في سلاح التلميذ إزاي نقسم وهيطلع لي فيها باقي الفرق بس هتمشي بنفس الخطوات ولكن تحقق من فهمك هتمشي بنفس الخطوات ولكن هتلاقي عندك باقي طلاع معك بناخد استخدم الخورزمية المعيارية في إيجاد خارج قسمة ميالي تسعة وتسعين على اتنين يعني خورزمية معيارية يعني القسمة المطولة بقول كده تسعة وتسعين مقسومة على اتنين هاخد أول تسعة على اتنين فالكام فيها الأربعة تبليه لأن أربعة في اتنين بتمانية قريب جدا من التسعة الفرق عندك واحد وهنزل مين وهنزل التسعة من فوق بقي التسعة عشر تسعة عشر على الاتنين طبعا احنا خدنا تسعة في اتنين بتمانتاشر يبقى أقرب عدد هتضربه أو عدد هتضربه في اتنين يديك أقرب عدد اللي هو تمنتاشر أو أقرب عدد للتسعة عشر يبقى لا يسمع الاتنين هو التمنتاشر يبقى أقول كده تسعة في اتنين بتمانتاشر أشد خط أتلاحز إن هي نفس طريقة التفكير اللي أنت بتتفكر بيها في نموذج المستطيل تسعة عشر ناقص تمنتاشر هتديك واحد يبقى أصبح هنا ممكن تكتب كده خارج القسمة القسمة بيسوي كان بيسوي 49 والباقي والباقي بيسوي كان بيسوي واحد نكتب بس العلاقة المهمة جدا إذا تتأكد إن حالك إنه صح هنا لازم تضيف الباقي في الآخر يعني تاخد 49 اللي هو خارج القسمة أو ناتج القسمة مضروبا فيه المقسوم عليه اللي هو 2 وبعدين تضيف عليه الباقي اللي هو 1 تحسب D 2 في 49 2 في 9 بـ 18 2 في 4 بـ 8 1 9 بـ 98 زائد 1 هتديك 99 99 ده هو المقسوم يبقى أنت إجابتك كده صحيح طيب نشوف المثال اللي بعده المثال اللي بعده النمر يدبقى بيقولي 130 على 7 130 مقسومة على 7 برضو ممكن تلاقي فيها باقي أهو عندي 130 مقسومة على 7 أقول 13 على 7 ليه لأنك خدت الواحد أقل من السبع إيه العدد ربه في سبع يقربك من 13 إنت لو خدت 2 في سبع بـ 14 هتلاقيها أكبر من 13 وبالتالي إنت هتجرب العدد واحد واحد في سبع بسبع 13 نقل السبع هتلاقيها 6 وهتروح منزل السفر يبقى 60 ستين على السبع إيه العدد ربه في سبع يقربك من الستين هتلاقيه تمانية تمانية في سبع بكام 56 يبقى أكتب 56 وابتدي أطرح 60 نقل ستة وخمسين ممكن تستخدم الحساب العقلي الناتج يديك أربعة خلاص انتهيت منها كده يبقى الباقي عندي أربعة يبقى في الأول احنا بناخد ثلاث أرقام أربعة أرقام وهكذا على أساس تبقى سهلة وبسيطة معنا يبقى هكتب كده خارج القسمة خارج القسمة بيساوي 18 والباقي 4 ما تنساش تعمل تشكل للسؤال أو تتأكد من إجابتك إذا كانت صحيحة ولا خاطئة بتاخد الثمنتاشر اللي هو خارج القسمة بتضربه في سبعة وبعدين بتضيف عليه الباقي اللي هو أربعة وتبتدي تحسب المقدار ده بكام سبعة في تمانية بستة وخمسين بكتب الستة ومعي الخمسة وسبعة في واحد بسبعة وخمسة اتناشر يبقى مية ستة وعشرين زائد أربعة ستة وعشرين واربعة تلاتين يبقى عند مية وتلاتين طيب السؤال الأخير أو رقم ييم بيقول لي الف متين تسعة واربعين كتاب سراحي التلميذ تحقق من فاهمك الف متين تسعة واربعين على أربعة بكتب كده الف متين تسعة واربعين مقسوم على أربعة ببتدي برضو أخد أول رقمين لأنه خط الواحد هيبقى أقل من الأربعة يبقى هاخد اتناشر اتناشر على الأربعة فيها التلاتة تلاتة فاربعة باتناشر بشد خط وابتدي أطرح هي الديني سفر هنزل أربعة بقت أربعة لأربعة فيها الواحد واحد فاربعة باربعة شد خط واطرح ديني سفر هنزل التسعة أخير رقم على الأربعة فيها الاتنين اتنين فاربعة بتمانية شد خط واطرح الباقي عندي هتطلع واحد يبقى أصبح خارج القسمة عندي بيساوي تلتمية واتناشر والباقي يساوي واحد وسهل جدا تعمل تأكد من الحال ما تنساش أن خوارزمية القسمة المعيارية بنقصد بها القسمة المطولة سموها القسمة المطولة ليه؟ لأنها بتبقى مطولة زي ما شايفين بالشكل كده بتاخد مساح معاك بس بشكل رأسي ما تنسوش تعملونا لايك وشير للفيديو سبسكرايف في القناة عشان نستمر في شرح رياضيات الصف الرابع الابتدائي